طبعا مشاهدين كلنا فاكرين مهند عماد الدين اللي من أربع شهور تقريبا كان في مؤتمر قادرون باختلاف وقال للفنان مصطفى شعبان أستاذ مصطفى أنا معاك في المسلسل اللي جاي ورد عليه الفنان مصطفى شعبان أنت تترفني وتنور وفعلا في مسلسل دايما نعامر شفنا مهند في الحلقة التسعة من أحداث المسلسل ولو فاكرين كمان قبل كده بشوية مهند يعني طلب من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدريس مادة القيم واحترام الآخر وأيضا سيادة الرئيس استجاب لطلبه وأصبح دلوقتي عندنا مادة بتتدرس في المناهج اسمها القيم واحترام الآخر النهار دا مهند معينا في صباح الخير مهند عماد الدين منورنا وألف مبروك الدور وقل لي التمثيل سهل ولا صعب أنا مبسوط جدا بوجود محضراتكم صباح الخير يا مهند صباح الفجر عامل إيه طبمني عليك وحضرتك إيه وحشتنا وحضرتك كمان بس ما شاء الله متقلق نجومية باع في رمضان الموضوع في رمضان مختلف الله يخليكم والله العظيم من زوكم الموضوع بدأ يعني موضوع التمثيل بالنسبالي هو طبعا فيه رهبة نوعا ما من وجودي قدام الكاميرا لكن أنا التمثيل بالنسبالي نوعا ما سهل لأن أنا بمثل بقلي فترة كبيرة جدا مع المدرسة يعني بقلي سنتين وشوية هو بنكسب الحمد لله مسابقات على مستوى المديرية يعني عشان بنمثل حلوة أنا وهو زميل في المدرسة طيب عظيم يعني أنت كده كده متمرس يعني متضرب بقى على التمثيل بقليك سنتين ونصف الحمد لله فبالنسبالك الموضوع ما كانش صعب قوي الحمد لله طيب عايزين تحكي للناس عن دورك دورك في المسلسل هو أنا الشخصية اسمه مهند زي ما اسمي دي لقاتي ويعني هو الوضح اللي بان من أحداث المسلسل إن أنا هكون معهم في رحلة الغردقة اللي هما طلعنا أو مسابقة الغردقة واستنوني في حلقة النهاردة لإن هيكون في حاجة جامدة جدا بإذن الله وهتعجبكو بإذن الله بيعمل دعاية بقى كمان أغنية بقى يا مهند صح؟ أيوان أيوان طيب كلمنا عن الأغنية دي شوية ما أدرش خالص خالص مفاجأة نشوفها في الحلقة إن شاء الله هنستنوا النهاردة عشان نتفرج على الأغنية والله لو كان عليكو تديتكو حاجة أكسفلوسيف لكن ما أدرش يا سيني لا حقك لازم نشوق الجمهور برضو أيو برضو يعني الناس قاعدة مسترمية عايزة تشوفك مهند هيقول إيه نهاردة ما يبقاش أقول حاجة للأسف طيب خدت قد إيه بروفات عشان تعمل الدور يعني استعديت إزاي للدور ده وقبل ده خلينا نتكلم الأول أول ما أكلموك وقبلوك أنت هتشارك معنا في المسلسل إيه كان إحساسك ومي اللي كلمك؟ هو بالنسبة لمشاكتي في المسلسل أنا بعد الطلب اللي أنا طلبته من أسفل مصطفى شعبان على هوا مباشرة في حتفالي التوادرون بكلاف هو قال لي أنت معي يا مهند تمام؟ تمام في الكواليس بقى قال لي فعلا يا مهند ان شاء الله معي وهنا بقى نتواصل معك بعد كده جالي اتصال من شركة البدرس للإنتاج الفني تمام؟ وقالوا لي أسفل مجدي الهواري عايزي قابلك فروحت طبعا لأنها فرصة متعوضش أن أنا أقابل أسفل مجدي الهواري ده شرف لوحده فروحت عشان أنا أقابل أسفل مجدي الهواري وقابل مين؟ وقعدنا يعني وقال لي أنت يا مهند معينا إن شاء الله بس أنا بس حبيت أن أنا أقابلك وشوبك بشكل شخصي أعربك بشكل شخصي وقال لي شرفني والله يا فن فأدي فكرة أن أنا موجود مهم في المسلسل طب يا مهند صحابك بقى بيقولوا لك إيه عن الدور في رمضان؟ يعني إنك تعمل المسلسل حاجة وإنك تشارك في المسلسل في رمضان ده موضوع كمان أكبر وشعبيته بتكون أكتر وردود أفعيله بتكون أكبر هو إن أنا موجود في المسلسل في رمضان صحابي بصراحة يعني محدش تأخر أنا صحابي كلهم أنا التليفون لأن أنا ما بروحش ليوندو المدرسة بحيب أذكر من البيت عشان برضو الصيام وكده فبرضو بحيب أذكر من البيت أفضل فالتليفونات بقى شغالة دايما بنتكلم بنتواصل يعني صحابي بيكلموني على الواتساب بنتصل ببعض طبعا كان فيه تهنئة في الأول ويعني طبعا مفرحانين بيك؟ أكيد أه طبعا بتذكر المشهب بتاعتك قبلها بقدي إيه يا مهنة؟ المشهب ممكن يباعتلي قبلها بيوم يومين كده فيعني أنا الحمد لله بحفظ بسرعة حلو بحفظ الأداء والخور بسرعة كده لأ أنا شافك بتأدي كمان أنت مش مجرد واحد تحافظه وخلاص بتقول كلمتين عنده بتأدي أكيد لأن التمثيل الأداء مين بيساعدك خيب يا مهنة في الموضوع ده؟ وماما طبعا أنا عايزة أوجه لها هي وبابا التحية والتقدير بيساعدوني كتير جدا ويعني وعمرهم متأخروا عني في حاجة وبالنسبة لأن الموضوع الحفظ ده يعني أنا كنت أروح من يعني أطلع من البيت على اللوكيشن مثلا أه حافظ تمام؟ بس أستاذ مردي الهواري مع الفنانين الكبار اللي موجودين معا في تصوير أستاذ لبلبة أستاذ عمر عبد الجليل المصطفى جعبان صاحب الحبيبي اللي أنا حابة أوجه له التحية والتقدير وبجد شكراً للمصطفى شكراً عن فرصة العظيمة دي احنا كمان بنشكر على دعمه ليك طبعاً 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 فأنا شكراً للمصطفى شعبان ده يعني لو فضلت أشكر فيه سنة قدام فيعني مش هوا فيها ويعني بالنسبة للموضوع الحفظ بالنسبة للسيناريو أستاذ مردي الهواري كامل يعني يعدي لي على الأداء سنة الحاجات اللي هي إيه اللي ممكن تكون إيه يعني فاتتني وأنا بيعني يعني مش فاتتني يعني بتحصل أنت لسه في أول تجربة أكيد فأكيد هبقى في بعض الأخطاء البسيطة فهو كان أستاذ مجدي يعني كان ترخيره بجد كان بيعدلها لي ويقول لي يا مهند أنا يعني لو أنا كنت يعني كان في مرة مثلاً اختلفت أنا وأستاذ مجدي في حاجة فهو بيقول لي يا مهند لا أنا أريد أن نعرف إيه الحاجة دي سواء أنت لسه داخل وأول عمل ليك وبتختلف كمان لا مش اختلاف اختلاف هو الفكرة أن يعني هو كان فيه مشهد أنا كنت أحفظه بشكل معين وأستاذ مجدي جي عادل فيه فأنا مكنتش فاهم السبب فأستاذ مجدي فهمني بقى بس مش أكتر هو مش اختلاف يعني يعني بتفرق معاك وإزاي ومش بس على اللي بيشارك تأثيرها كمان على أصدقاء ومن ذوي الهمم بيكون عامل إزاي هو دمج ذوي الهمم دلوقتي بقى يعني حاجة مهمة جداً وكلنا وكل ذوي وكل القادرون مختلاف حاسين بدا لأن القادرون مختلاف اسم يعني اسم الاحتفالية واسمنا من بعدها يعني فأنا أحب أن احنا نقول قادرون مختلاف فبعد يعني بعد الاحتفالية والدمج الكبير اللي حصل بعد الاحتفالية ودعم فخامت الرئيس لينا بقى إنا حاسين أن لينا ظهر فعلاً يعني بقى كل ذوي الهمم فمصر حاسين لينا ظهر وظهر قوي وهو فخامت الرئيس عبي فتح السيسي والقيادة السياسية طيب انت عجبك الدور ولا عشان دي أول مشاركة لك بقى فأولت تبتدي وخلاص أكيد لا لا أكيد عجبني دول جداً طيب نفسك تمثل مع مين؟ أنا نفسي أمثل مع مين؟ لا أنت أبوص لك على حاجة أنت طلبتك أوامر اللي أنت بتقوزه ويتنفز قلت للرئيس عايزيني دارس مادة حقوق الإنسان أو مادة القيم واحترام الآخر تم تدريس المادة طلبت أنك تمثل مع مصطفى شعبان مصطفى شعبان قالك أنت معي السيزن اللي جاي فإحلم بقى دور جاي مع مين؟ مع مين؟ اختار كده وإن شاء الله يحصل أنا إن شاء الله يعني تواصلت مع مصطفى شعبان وإن شاء الله هنكمل مع بعض بس يعني إلى جانب ده أنا نفسي بجد أمثل مع الفنان الكبير عاد الإمام يعني هيبقى شرف لي وحلم بيتحقق لو مسلت معي أو قدامه طب بتوفق إزاي بقى بين المذاكرة وما بين كل الأنشطة التانية اللي بتعملها؟ هو التوفيق ده يعني مبدئياً يعني حتة الوقت دي الحمد لله يعني نوعاً ما يعني مزنوقة سنة بس بنحاول إن إحنا نوجد وقت المذاكرة طبعاً أساسية لازم عشان برضو عشان برضو المنهج ما يضيح عليا فبس إحنا الحمد لله خلصنا المنهج في المدرسة فلما يعني إحنا أنا موريش تدريب موريش أي مشهد في التصوير يعني إحنا تلوقتي لحد الوقتي الحمد لله يعني أنا لحد الوقتي مجاليش أوردر ممكن يكون أنا تصويري خلاص أو لسه أوردر ممكن ممكن يعني ما بعرفش قبليها فترة كبيرة بعرف قبليها بأسبوع أسبوعين كده يعني عظيم طيب عايزين نعرف كواليسك بقى كواليسك بقى كواليسك في العمل قبل التصوير بيكون عاملة إزاي وبتعيد كتير ولا لا هو من ناحية الإعداد في المسلسل لا فهو فيه إعداد لكن مش بسبب أخطاء هي بتبقى بسبب يعني حاجات معينة كده ممكن حركات كاميرا بتاع كده إنما أنت حافظ السكريبت بتاعك كويس الحمد لله الحمد لله فكواليس المسلسل أنا بجد بحس إن أنا بتعب شوية آه بس يعني بحس في المقابل إن أنا مرسوط بعمل الحاجة اللي أنا بحبها ووقف قدام فنانين كبار يعني ووقف قدام فنانين كبار وعظام وبنتكلم في الإصطراحة وبنتكلم مع بعضنا ومصطفى وبقيت الأسادزة فيعني ببقى يعني ببقى قاعد متسلي مش قاعد يعني في الإصطراحة مش قاعد لوحد بتشتغل وإنت مبسوط تعمل حاجة بتحبها بالزابط بالزابط تعمل حاجة نفسك تعمل أيوة أنا بعمل حاجة أنا نفسي عملها من فترة مهند نورتنا يا مهند ومبروك الدور وإن شاء الله يعني دايماً تبقى معنا وانت ناجح ومنور وربنا حقا لكل أحلامك مهند يا عماد الدين بنشكرك شكراً جزيلاً على وجودك في عنا النهار شكراً ليك شكراً مبروك يا مهند نورتنا الله يبرك فيك شكراً 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 أبدوplant شكراً